ازاي تحول الفلوس اللي معاك في محفظة سويت كوين لفودافون كاش. كنا عملنا الفيديو قبل كده وده الجزء التاني. في الفيديو الاولاني حولنا الفلوس من المحفظة لتطبيق. بقدر من خلاله تحول العملة لفلوس في ايدك يا صديق. قلت يا جدعان لو عايزيني اعمل فيديو تاني جزء تاني يعني تحول الفلوس ديت لفودافون كاش. سيب لي في الكومنتيات. ناس كترة جدا طلبت الفيديو. وسبب التأكير مش بيدي ولكن في ثلاث اسباب اقدروا لهم لك. اول واحد ظروف خاصة وخاصة جدا يعني. والموضوع صعب. كان صعب ان انا اصور. تاني سبب وهو ان انا ما وصلتش لحد الادنى ان انا احول الفلوس للمحفظة اللي حنقدر من خلالها نسحب فودافون كاش. تالت حاجة ان انا كنت مفكر ان انا مصور الفيديو. اه والله. انا متخايف ده كله ان الفيديو انا صورته خلاص على قد المنتاج. اتضاح لي ان انا ما صورتش الفيديو للاسف الشديد. كان هينزل امبارح ده لو كنت صورته يعني. ولكن طلع الكلام دوت مفيش ومفيش تصوير فيديوهات. بقول لك مضغوط والله وظروف والدنيا يعني ربنا يسهل بس. هالنهاردة عشان ما اطولش عليك يعني ها اقول لك ازاي تحول الفلوس اللي معاك لفودافون كاش وربنا يسر الامور. ولكن قبل ما نروح للموضوع ده صحبي صلى النبي لايك تشارك بفع جرس البال. في شوط حاجات في صندوق الوصف. اتمنى ان انت تتابعينا عليها. دلوقتي تعال نروح نشوف. طبعا احنا كلنا حاولنا الفلوس اللي معانا لمحفظة كوكوين اللي كنا عملنا عليها فيديو. انت لو ما عملتش القصة ديها فارجع اشوف الفيديو هيظهر لك من الاي. المهم زي ما هو ادامك كده دي الوجهة بتاعتنا بتاعت كوكوين. اول حاجة هتعملها يا صديقك هتدوس على تداول من تحت كده تمام دي خطوة مهمة جدا سواء هتحول على بودافون كاش سواء هتحول على اي حاجة تانية لو انت عندك بانك لو انت عندك فيزا لو عندك وسائل في وسائل كتيرة جدا هنشوفها مع بعض دلوقتي. ولكن الخطوة ديت خطوة اساسية ان انت هتحول الفلوس اللي معاك لدولارات دي خطوة مهمة جدا. اول حاجة هتعملها هتدوس على التداول تمام من تحت. هتفتح معاك الصفحة ديت. هتدوس على العملات اللي هي وهتلاقي عملة تانية ايا يكن زي الموجودة في الصورة ولا لا. المهم هتدوس عليها تمام. هتظهر لك الوجه اللي قدامك ديت. هتعمل ايه? هتكتب في البحث كده سويت. هتظهر لك عملة سويت جنبها يعني تحول العملة ديت لا يو اس دي تي فقط. مفيش اي عملات تانية فهتحول لها العملة ديت. تمام? فهندوس عليها بعد كده هتفتح معانا الوجهة ديت. هيقول لك انت عايز تشتري ولا تبيع فهنا عايزين نبيع العملة بتاعة سويت كوين اللي معانا. هندوس على كلمة بيع. هتلاقي بيقول لك ان سعر العملة قدامك بالزبط تمام? اللي هو فاصل زيرو ثلاثة. فانت عايز تبيع كام من عملة سويت كوين. المفروض تكتب الكمية ولكن انت لو لاحزت تحت كده نفس الكلام ده هتكون عندك بكل التأكيد لو اول مرة تعمل موضوع زيرو سويت. يعني ما عادش عملات خلص. طب والفلوس اللي معايا هتدوس يا صاحبي على سويت اللي هي زيرو دوت او السهمين الصغار دول اللي جنب بعض. تمام? هتفتح معاك الوجهة ديت. هيقول لك حول العملة اللي معاك من الحساب الرئيسي للحساب التداول. فهتلاقي تحت كده بيقول لك الكل هتدوس عليها دوس تأكيد. هيحول كل اللي عملات بتاعت سويت كوين اللي معاك لحساب التداول. بعد كده هيقول لك اكتمل تحويل الاصول تمام زي ما هو قدامك كده دي الوجهة بتاعتنا. حتدوس على الكمية تكتب المبلغ اللي معاك انا معايا مسلا خمستاشر واحد وتمين فحكت بخمستاشر واحد وتمانين. او ممكن اريح نفس يعني وادوس على مية في المية تحت كده خمسة وسبعين وخمسين وخمسة وعشرين ومية في المية فهتدوس على مية في المية هيحط كل الرصيد اللي متاح في حساب التداول من عملة سويت. تمام كده اعتقد الموضوع سهل يعني. فبعد محطيت الخمستاشر اللي معايا للأسف الشديد تمام جيت اعمال بيع لقيته بيقول لي ما يفعش. اقل حاجة مية. اقل حاجة مية من عملة سويت عشان تباح. عشان كده انا حاولت ان انا اخر الفيديو ولكن ما قدرتش ان انا اجمع برضو المبلغ اللي هو مية. طب تمام انا معايا يا احمد مية من عملة سويت كوين وحولتها للتطبيق كوين. اينفع بي? ينفع صاحب. كل انت هتعمل له حدوس بيع هتلاقي بيقول لك او هيحول لك الموضوع يعني هيبيع لك الموضوع ده كله. او انت دلوقتي عايز تحول الفلوس اللي معاك لفودافون كاش. ده المطلوب وده المهم. هتحتاج تعمل حساب على محفظة بي نانس او بي نانس ايا ان يكون المسمة. انت لو متابعني وماشي معايا من زمان انا عملت فيديو وشرحت فيه ازاي تعمل حساب عن طريق بي نانس او بي نانس. وكذلك قلت للناس ازاي تبيع العملة اللي معاها او الفلوس اللي معاها من بي نانس او تبعتها لفودافون كاش. الفيديو الهات هتظهر لك في الاي وحسبها لك في صندوق الوصف. دلوقتي هتعمل اي معايا? هتحول العملة اللي معاك لما حفظت بي نانس. هتعمل اي? هتفتح حساب بي نانس طبعا لو ما عملتش حساب ارجع اشوف الفيديو. بعد ما تعمل الحساب يعني تعال كمل معايا الفيديو. المهمة يا صديقي دي واجهة بي نانس. في ساهمين كده بيقابلوا بعض تحت. هتدوس عليهم تمام? هيبدا يقول لك شوية حاجات من ضمنها ايداع. هتدوس على ايداع عندك عمليات رقمية كتيرة جدا. للاسف الشديد سويت كوين مش موجودة في التطبيق او لسه من زيتش. هتنزل قريب ان شاء الله. المهم يعني انت معاك دي العملة اللي حولناها في التطبيق هناك. فهنكتب في البحس كده فوق سهلة كده. هنختار اول حاجة فوق تمام? هتظهر لنا الحاجات ده بقول لك اختر شبكة. هتشدل تحت كده الشرايط ديت تمام? هتلاقي في حاجة اسمها ترون تي ار سي عشرين. هتدوس عليها صاحبي تمام? هتفتح معاك الواجهة دي اخيرا. هتنسخ الرابط تمام? وترجع فين لمحفظة كوين. الموضوع تحس انهم متعقد ولكن هو سهل جدا. واحدة واحدة. هتنسخ الرابط اللي قدامك ده تمام? وترجع لكو كوين. تمام? هتدوس على المحفظة بتاعتك او الرصيد تمام? بعد كده هتفتح معاك الوجهة ديت. هتدوس على المبلغ اللي معاك. انا مثلا ظاهر لي لو زيرو زيرو. ده رصيد اللي معايا من عملة سويت كوين. انت لأ انت خلاص حولته ليو اسي دي تي. المهم لما تدوس عليه تمام? هتلاقيه بيقولك ان انت معاك كان خمستاشر بوينت واحد وتمانين. ده العملات اللي معايا. انت مش هيكون معاك سويت. انت حولت العملة اصلا ليو اسي دي تي. فهتدوس على يو اسي دي تي. تمام? انا بس قلت لك ان انا ما كملت شو لكن عشان في ناس كتير اطالب الفيديو فمضطر ان انا امشي النظام كده. سهل جدا. انت بدل ما تدوس على سويت هتدوس على يو اسي دي تي. طبعا لازم ان تكون حولتها. هتفتح معاك الوجهة ديت. بدل كلمة سويت اللي مكتوبة فوق ديت هتلاقيه مكتوب عندك يو اسي دي تي. لانه رصيدك هو يو اسي دي تي. المهم يا صادقي انت هتيجع على عنوان محفظة. العنوان اللي احنا نسخناه من بيننس هنحطه هنا. والشبكة هتتحدد تلقائي. ولو ما تحددتش هتحددها تي ار سي عشرين. ولكن هي هتتحدد تلقائي. مبلغ السحب الحد الاقصى طبعا انت لو عايز تبعط كل الفلوس. عايز مبلغ معين براحتك برضو. ولو الفلوس بتاعتك موجودة في حساب التداول فهتعلم على حساب التداول من تحت كده. وتدوس لحد الاقصى. كل الرصيد اللي موجود هيتحول او هيتكتب قدامك في المربع. خلنا نقول لك ان التحويل ده بين المحافظ يعني بكل رسوم. ولكن في عمولات يعني اي او سي دي تي اي سيريوم آآ لتكوين بيتكوين دي العموات المشفرة بتاعتنا او العموات الرقمية يعني اللي احنا موجودة وبنشتغل عليها ونشتغل عليها. لما باجي احاول من محفظها مثلا من كوكوين لبينانس او من بينانس لباير. اللي بيحصل بيخصم فلوس في بعض العمولات اللي ما بتخصمش فلوس او الرسوم بتاعتها بتكون قليلا. يعني انت لو كتبت المبلغ اللي معاك مسلا تلاتة دولار عشرة دولار مية دولار اي ان يكن مبلغ معاك تمام حاولتو تمام ووصلت للمرحلة اللي احنا قدامك ديت تمام مرحلة التحويل يعني تحت كده هتلاقي انا قلت لك انا معرفتش اوصل ولكن بدل سويت اللي مكتوبة تحت ديت هتلاقي مكتوب تمام وتحت منها الرسوم المقدرة عالتحويل هقول لك مسلا هنخصم نص دولار سنتات دولار اكتر كل حاجة بتكون مكتوبة فلو المبلغ بتاعك قليلا شوية صديقي يعني مسلا انت معاك مية نقطة مية نقطة دول تقريبا سعرهم تلاتة دولار لا استنى شوية لما تجمع مبلغ كويس واستنى انا حتى بس اوصل المية نقطة في سويت كوين واحولهم للتطبيق دوت تمام بازن الله هعمل فيديو تاني طب دلوقتي احمد انا حولت الفلوس من كوكوين اللي بينانس اعمل ايه دلوقتي في فيديو هيظهر لك من الاي ازاي تحول الفلوس اللي معاك اي حاجة يعني اتباحها تمام وتحولها لبودافون كاش يا صديقي الموضوع سهل جدا وايزي خالص. بس كده ده الفيديو بتاع النهاردة اتمنى ان انا اكون بسطت لك المعلومة يا صديقي لو عندك اي حاجة سيبها لي في الكومنتات ان شاء الله هنتكلم عليها في الفيديوهات اللي جاية بس كده واشوفك في فيديو تاني سلام اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة